من الصعب تحقيق الثراء في سن صغيرة لذلك يصل متوسط عمر المليارديرات حول العالم إلى 66 عاماً ووجدت فوربس أنه للمرة الأولى منذ عام 2009 فإن جميع أصحاب المليارات الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً ورثوا ثرواتهم ولا يوجد بينهم أي رواد أعمال عصاميين ما يبرز بداية انتقال الثروة بين الأجيال وهي المرحلة التي طال انتظارها بين السكان المسنين حول العالم ومن المتوقع انتقال تريليونات الدولارات كل عام مع وفاة كبار السن الأثرياء الذين يتركون ثرواتهم لأحفادهم ويرجع أيضاً ذلك إلى أن العديد من رواد الأعمال الشباب العصاميين كبروا في السن مثل مارك زوكربيرغ مؤسس ميتا بلاتفورمز الذي أصبح عمره 39 عاماً وبلغ إجمالي ثروة أصغر 25 ملياردير عمراً حول العالم في قائمة فوربس لهذا العام 110 مليارات دولار وكان بعضهم عصاميين مثل إيفان شبيجل البالغ من العمر 33 عاماً وتبلغ ثروته 3.1 مليارات دولار الذي أسس تطبيق سنابشات عام 2011 مع بوبي مورفي وريجي بروان وأصبح مليارديراً في سن الخمسة وعشرون عاماً وحصلت البرازيلية ليفيا فويجت البالغة من العمر 19 عاماً فقط على لقب أصغر مليارديرة في العالم بثروة قدرها 1.1 مليار دولار بفضل حصتها في شركة إنتاج المعدات الكهربائية W.E.G. التي شارك جدها الراحل في تأسيسها وتعتبر ليفيا وشقيقتها الأكبر البالغة من العمر 26 عاماً ضمن سبعة وجوه جديدة انضمت لقائمة أصغر 25 مليارديراً عمراً ومن بين 18 مليارديراً ورثوا ثرواتهم في هذه القائمة أما عن أغنى من ورثوا ثرواتهم بالقائمة فهم الأخوان الأيرلنديين ميستري البالغان من العمر 25 و 27 عاماً بثروة تقدر بأربعة فاصلت 9 مليارات دولار لكل منهما وذلك بعد حصولهما على حصة أقلية في الشركة الهندية العاملة في عدة مجالات منها الاتصالات والهندسة والطاقة تاتا سانز بعد وفاة والدهما سايروس ميستري عام 2022 ولكن ضمت قائمة هذا العام وافداً عصامياً جديداً وهو اليابني شونساكو ساقامي كالبالغ من العمر 33 عاماً صانع صفقات الاندماج والاستحواذ الذي تستخدم شركته M&A Research Institute Holdings الذكاء الاصطناعي لمطابقة العملاء وانضم ساقامي إلى صفوف المليارديرات بعد ارتفاع سهم شركته بأكثر من 800% منذ طرحها في اكتتاب عام في يونيو 2022 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة